التوظيف رمضان صبحي في ثلاث مراكز الحاجة الثالثة أكرم توفيق أكرم توفيق قدم مباراة هيلة جدا 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 ومكسب كبير جدا لمنتخب مصر وللنادي الأهلي في المستقبل بصراحة أعتقد أنه هو نضج واتطور يمكن هو تاني أكتر لاعب قطع الكرة في المباراة رقم واحد اللي كان مع حضرتك على التليفون أسامة جلال مدافع أمبي برضو بيقدم بطولة كبيرة جدا يعني عظيمة جدا أكتر لاعب قطع كرة في المباراة أسامة جلال 16 مرة وأكتر لاعب فاس بالاتحامات هواية 7 مرات الثاني أكرم توفيق 15 مرة أكرم توفيق ما كانش يعني هو يعتبر أصلا أنه نلعب بارتكاز واحد لأنه رمضان مهاجم بيهاجم يعني رمضان دايما بيميل أنه يهاجم فأكرم توفيق بيشيل حتة دي لوحده غير كده أكرم توفيق النهاردة أكتر لاعب في المباراة صنع فرص صنع منهم الفرصة اللي تسببت في الهدف الأول وبالتالي أكرم توفيق قدامنا أرقامه على الشاشة دق التمريرات والقصيرة 89.5 عمل 3 تمرير طولي الثلاثة صح ثاني أكتر لاعب قطعا للقراط 15 مرة بعد أسامة جلال أكتر لاعب صنع فرص 3 وأكتر لاعب حصل على الأخطاء 3 ده دليل أن اللعب ده تفوق على الاتنين الارتكاز أو الثلاثة بتوع الكاميرون لما ياخد فاولات منهم كتير يطع الكرة كتير يصنع فرص قام بدور دفاعي ودور هجومي وواضح جدا أن أكرم توفيق ندق بشكل محترم جدا برضو أحمد رمضان بكهم أحمد رمضان بكهم لعيب كورته حلوة قوي بصراحة أنا مستخسره في مركز المساك سواء مع المنتخب أو مع دجلة لما طلع وتقدم في الشهد التاني مهاري عدم كوبري كده ورحشايتها هو عمل أربع مراوغات نجحة في المباراة فأحمد رمضان بكهم عمل بيتطور بشكل كويس جدا كورته حلوة بصراحة لما نزل كارتكاس بيقدي كمان أفضل من مستو كمدافع يمكن هو مع تكيس فوادي دجلة بيحبه عشان بيحضر الهجمة وكورته حلوة ما ننساش طبعا اللي أخد رجل المباراة وهو هداف البطولة مهاجم من طراث فريد مصطفى محمد مصطفى محمد بصراحة يعني يعني يعتبر واحد من أفضل ويعتبر أفضل مهاجم في مصر حاليا احنا مفتقدين النوعية دي من المهاجمين انت بتتكلم في الأرقام دقة تمريراته النهاردة 33 وتلاتة من عشرة ويمكنها مش عالية بالنسبة للمهاجم على فكرة دقة التمريرات مش قوي يعني ما بتهمش قوي اللي يهمك أحرز هداف هدفين راجل خلصلك الماتش بالهدفين بتقوى هداف البطولة المحاولات على المرمة 3 التلاتة صح ما بيني التلاتة خشبات اللي يهمك برضو في المهاجم الضغط العالي اللي كان بيعمله أو مسألة الدور الدفاعي قطع الكرة خمس مرات النهاردة مصطفى محمد كنا بنشوفه احنا قلنا قبل المباراة نتكاملون خطرتها في الدربات الروكنية وجابت هدف من الدربات الروكنية ولكن مصطفى محمد بصراحة كان بيرجع في الدربات الروكنية وكان واضح ان دي تعلمات من كابتن شوي غريب ان هو كان بيمسك القائم القريب اكتر لعب فاس بالالتحامات السنائية ودي حاجة يعني تاني من ناحية الهجومية لان اسامة جلال من ناحية الدفاعية هو فاس بسبع التحامات من ناحية الهجومية مصطفى محمد فاس بخمس التحامات وبالتالي استحق رجع المباراة وهو هدف البطولة واعتقد مكسب كبير جدا لمنتخب مصر